المطالب الخاصة بنا إحنا كأسر الشهد هنا هي إعادة المحاكمات ولكن بشكل بقانون ثوري مش بالقانون اللي أعلنه في الإعلان الدستوري أو بالطريقة اللي هو شغال بها بالنسبة للجنة التقصي الحقائق أو لإعادة المحاكمات لأن عادة المحاكمات كل اللي عرفناها حتى من النائب العام الجديد شخصيا إن هذه المحاكمات لن تعاد إلا إذا كان هناك دليل جديد في نفس الوقت طبعا إحنا بنطالب بإلغاء الإعلان الدستوري كاملا لأنه هو بيدس السم في العسل كيف أن يعزل النائب العام ويعين نائب جديد ويتكلم عن إعادة محاكمات ويتكلم عن معاشات لأسر الشهداء هو لم يأتي بجديد أسر الشهداء بيصرفوا معاشات من شهر 4-2011 المصابين بيصرفوا معاشات من شهر 9-2011 إنه إذا هو لم يأتي بجديد هو بيدحك على الرأي العام بهذا الكلام والله رسالتي لشباب الموجودين في التحرير الآن أنا بقول لهم أصمدوا أصمدوا أنتوا قدرتم تسقطوا مبارك بكل فساده وبكل جبروته وبكل زبنيته تقدروا إن شاء الله تسقطوا حكم مرسي ببساطة أكتر إحنا نزلين يوم الثلاثة إن شاء الله علشان نقول لمرسي والجماعة الإخوان المسلمين إحنا لازلنا موجودين وإحنا مصرين وحنظل نناضل هذا النظام إحنا ما بيعني نهش النظام من اللي موجود فيه سواء كان مرسي أو غيره إحنا يهمنا إن نظام يأتي نظام عادل يأتي نظام حق يأتي نظام يعمل على مطالب وأهداف الثورة اللي هيجيب حق ابني بشكل شخصي هو تحقيق العدل وتحقيق الحق يعني عودة الحقوق لأصحابها العدل يسود في البلاد مطالب الثورة تتحقق أهداف الثورة تتحقق هو ده اللي هيجيب لي حق ابني من غير منزل الميدان ترجمة نانسي قنقر